بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نكمل في الحديث عن خبر الآحاد وعنوان درس هذا اليوم عن العزيز ونبدأ بتعريفه فنقول في تعريفه لغة هو صفة مشبهة من عزة يعز بالكسر أي قلة وندر أو من عزة يعز بالفتح أي قوية واشتد وسمية بذلك إما لقلة وجوده وندرته وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر أما اصطلاحا فهو أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند شرح التعريف يعني أن لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند هذا هو التعريف الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر قال بعض العلماء إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره مثال على الحديث المشهور ما رواه الشيخان من حديث أنس وما رواه البخاري وحده من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين هذا الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز إسماعيل ابن علية وعبد الوارث ورواه عن كل جماعة الرسم التالي يوضح المثال ويساعد في فهمه وهو رسم للحديث نفسه هذا الحديث كما قلنا أخرجه الشيخان من حديث أنس والبخاري وحده من حديث أبي هريرة قلنا عن أنس رواه قتادة وعبد العزيز وعن أبي هريرة الطريق الآخر لا نذكرها الآن فقط نكتفي بطريق أنس لتكون هي الدلالة على الموضوع فنرى في طبقة الصحابة اثنان وفي طبقة التابعين أيضا اثنان عن قتادة قلنا رواه شعبة وسعيد وعن عبد العزيز رواه إسماعيل ابن علية وعبد الوارث فيكون في هذه الطبقة رواه أربعة وبذلك تحقق شرط الحديث العزيز لأنه لم يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند وإن زاد في بعض الطبقات عن اثنين المصنفات في الحديث العزيز لم يصنف العلماء مصنفات خاصة به والظاهر أن ذلك لقلته ولعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم